وضعت النيابة العامة بالقطب الزجري بمدينة الدار البيضاء الرابر المثير للجدل طه الحفصي والمشهور بلقب توطو تحت تدبير الحراسة النظرية وذلك لحاجيات البحث التمهيدي المدعو توطو يواجه خمس شكايات تتعلق بالقذف والإهانة والتحريض والتهديد بالعنف سجلها في حقه كل من الصحفي محمد التجيني وعبد الوهاب الدكالي وعبد الله عصامي ومولي أحمد العلوي وأحد عناصر قوات حفظ النظام الذي كان يتولى تدبير السير والجوالان بمدينة البيضاء ومن المنتظر أن يشمل البحث القضائي جميع المحتويات الرقمية والتصريحات التي أدلى بها المدعو توطو والتي يشتبه في كونها تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانون ويأترس